كثيرة هي الأمراض اللي ممكن أن تصيب الأطفال وخصوصي الأطفال حديثي الولادة ومن هاي الأمراض هي الفتوق تحديداً واللي إهمالها بشكل خطر صحي على الطفل صحيح الشام طبعاً ومن أنواع الفتوق مشاهدين الفتق السري والبطني وأيضاً الفتق الإربي اللي رح نحكي عنهم وتشخيصهم وكيفية علاجهم مع الدكتور قصي الزير اللي صار معنا بالستوديو أخصي الأطفال تحية إليك دكتور يساعد أوقاتكم وأوقات جميع الأخوة المشاهدين وإن شاء الله أطفالنا دائماً سليمين من الفتوق وغير الأمراض آمين يا رب بدايةً دكتور إذا بنا نعرف عن نحكي أكتر بالتفصيل عن أنواع الفتق لدى الأطفال حديثي الولادة نحن نحكي بالعموم عن الفتوق البطنية الفتق هو عبارة عن ضعف بجدار العضلات أو بالعضلات فهذا الشيء بيؤدي إلى وجود فتق بهالعضلة هاي أو ما بين العضلات هذا الشيء بيختلف إختلاطاته وبيختلف التعامل معه بحسب مكان وجود هالفتق هذا بالبطن وفي عندنا أنواع من الفتوق رح نحكي عليها ضمن هالحلقة بشكل مبسط حتى الأخوة المشاهدين يعرفوا يتعاملوا مع الطفل الوليد إذا أو ما بعد الولادة ممكن يظهر هو بأعمار مشرط عند الولادة مباشرة ممكن يظهر بأعمار الأشهر المتأخرة من الولادة فهون لازم كيف يعرفوا يتعاملوا معه ما يكونوا يعني يتعاملوا بطريقة خوف زايد حتى ما يصير في أي اختلاط عند هالطفل هذا دكتور قصاي من بين الفتوق والفتق السري اليوم نحكي أكثر عن هذا الفتق وكيف يتم تشخيصه هلأ الفتق السري هو مثل ما قالنا ضعف بالجدار العضلة فبيؤدي إلى وجود يعني الجهاز الهضمي ممكن يكون عروة الأمعاء تطلع من هالفتق السري بيكون بسيط بالعادة وبيرجع لحاله ونسبة كتير عالية من فتوق السري بيشفوا لحاله ما بيحتاجوا لعمل جراحي يعني منلاقي مكان السري في انتباج هذا الانتباج هو عبارة عن ضعف بالعضلة فأدى إلى عروة الأمعاء الموجودة بها المنطقة هي يظهر أو تطلع لشكل مثل كيسة أو مثل فتق وانتفاخ يصير بمنطقة السرة أو فوق السرة أو تحت السرة بشكل أبسط طول ما أنه ردود بيرجع لوحده وحجمه بسيط أو حتى بالحجم الطبيب هو اللي يحدد هذا الشيء يعني ما يكون أرق عند الأهل هذا بيكون شفاءه عن نسبة عالية جداً لوحده هلأ في بعض الحبل السري بيكون عريض ممكن بعد ما يهر عند الولادة تعرفوا بعد أسبوع عشر تيام بيهر الحبل السري الموجود المربوط فإذا كان السميك بيظل مكان السرة سماكي أو بيكون مكان السرة بيكون عريض وللساعة وطالع لبرة الأهل هم بيتخوفوا كتير بيفكروا أنه هذا فتق وبيحاولوا أنه يحطوا له ليرة أو يحطوا له شيء لي يكبسوه هذا الشيء ممنوع من الأخطاء الشائعة اللي ممكن هذا الشيء ممنوع لأنه أي وضع يعني الليرة هي عبارة عن شيء وسخ يعني معدل يوسخ مستخدم بأيادي فممكن يؤدي لإنتانات مكان السرة والاختلاطات نحنا ما بدنا نشوفها عند أطفالنا فأنا بتضحك بيجوا لعندي الأهل بحاطين ليرة وملزقينها وحاطين قال هيك كابسين السرة دكتور إلى الشعبي بقول لهم ممنوع بتجيبوا ليرة الدهب عشر ليرة الدهب محرزة أكتر يعني بتحطوها كل يوم من قيم ليرة لنشوف أيمت بدها السرة تماما نقط يعني دائما العادات الخاطئة ممكن تؤدي لاختلاطات خاطئة نتركها ما في أي مشكلة فيها إذا كنا شفنا أنه عم يكون عند البكاء أو المغص عم يطلع زيادة وممكن أنه لازم نرده فيه مشدات خاصة طبيب الأطفال بيحدد إذا الطفل بحاجة لمشد خاص وبيحط له خاص لفتأ السرة طبيب الأطفال المشدات ممنوعة الزايدة لأنه ممكن تؤدي لاختلاطات كمان إذا فتأ السرة عن نسبة عالية من الأطفال بيطيبه وهي النسبة الأعلى يعني فينا نقول بنسبة عالية جدا لوحده ما كتير نعري له انتباء أو كتير نخاف خلص طبيب الأطفال طمنا للأهل فلازم نحن نطمئن ما نرحق الجراحة ونعمل اختلاطات عند الطفل إلا ببعض الحالات إذا صار فيه اختناق بالفتأ أو انفتال بعروة المعوية ضمن الفتأ أو اختناق يعني طلعت بهالكيسة هاي وصار فيه اختناق التروية خفت بيصير فيه ازرقاء وبيصير فيه يعني احمراء هون طبيب الأطفال بيحدد هالشي ومن ثم ممكن انه نلجأ للعمل الجراحي بفتأ السرة تماما دكتور نروح للشق الثاني واللي هو الفتق الأربي تحديدا شو هو وكيف ممكن يحدث كمان هو ضعف بالعضلة بمنطقة الأربي أعلى الفخز والتواصل مع البطن هاي منطقة الأربي أحنا منسميها ممكن هون يصير فيه هون فيه قناة وفيه عنا عضلات فإذا كان فيه ضعف بهالعضلات ممكن نشوف فيه انتفاخ عند الطفل وخاصة بس يبكي أو بس يتشنج الكولون عند الأطفال الرضع ممكن يبين أكتر هذا الشي كمان منلحظ له وخاصة بالمنطقة الأربيية بتكون أكتر لحظ عند طبيب الأطفال من منطقة السرة هون لازم يعطي له انتباء أكتر لأنه ممكن يصير عند الزكور هي نسبة عند الزكور أكتر من الإناس بنسبة عالية جدا من أضعاف يعني منشوفها عند الزكور ممكن تحوي الحبل المنوي عند الطفل فلذلك نحن هون بدنا نكون دقيقين بالتشخيص تبعه والتعامل مع الفتق الأربي لأنه كمان منخاف لأنه كمان مثل ما تلك هو ضعف بالعضلات ممكن كمان العروة المعاوية تكون تطلع إذا كان ردودة من ردة نحن كأطباء أطفال ومنحدد إذا كان بده عمل جراحي كمان بحددها طبيب الأطفال حتى ما يصير فيه اختناق بالإنكام بالعروة المعاوية أو بالحبل المنوي ويؤدي لاختلاطات قد تهدد بحياة الطفل دكتور قصاي كان الفتق الأربي أكثر حساسي من الفتق السري الفتق السري يعني أقل حاجة للعمل الجراحي الفتق الأربي أكتريتهم قد نحتاج للعمل الجراحي خاصة إذا كان نازل على الخصية أو كيس الصفان هون بيصير فيه ضغط على المنطقة وبيصير مؤلم أكتر والاختناق بيكون يعني حدثيته أكتر يعني نسبته أكتر اختناق العروة المعاوية ضمن كيس الفتق ممكن نشوفها بنسب أكتر فهون العمل الجراحي قد يكون هو العلاج لهذا الفتق هذا عند البنات كمان ممكن يكون المنطقة الأربية هي المنطقة التي تمسك أو الأوتار التي تمسك الرحم فممكن كمان تؤثر فلازم كمان يكون دقيق طبيب الأطفال به تشخيصها عندما بحاجة للعمل الجراحي لازم ما نتأخر بالفتق الأربي بالعمل الجراحي إذا كان بحاجة إذا كان فيه فتق كبير وفتق ما عم يكون ردود وعم يتكرر وعم يكون مؤلم وبكاء عند الطفل وبأسه على صحة الطفل ممكن الفتق الأربي نحتاج للعمل الجراحي تبعه أكتر من الفتق السري الفتق السري تلك نادر نحتاج للعمل الجراحي وممكن يحدث بالفترة الأولى دكتور زكرت أنه بالفتق السري ممكن أنه بالفترة الأولى وما بعد وكمان هون الفتق الأربي أكتريتم نشوفه بعد الولادة بشهر ممكن أو شهرين هي المنطقة ضعف الجدار العضري موجود لكن ممكن بظروف معينة يظهر بلحظة معينة بالشهر الأول أو الثاني أو بالشهر الخامس من الولادة ممكن يظهر بعمر السنة ممكن يظهر بفترات متأخرة أكتر لكن بس نوجد لازم نفورا نشخصه ونحدد الإجراء اللازم التعامل معه حتى لا نشوف أي اختلاط عند الأطفال لأنه قد إذا اختنق وصار فيه تموت بالعروة المعوية وصار فيه مشاكل بالأمعاء يعني بالبرتوان انتهاء ببرتوان أو مشاكل معوية قد تكون مهددة لحياة الطفل فطبيب الأطفال بحدد طريقة التعامل منذ مراجعة الأهل للطبيب لكننا لقنا هذا الانتفاق بيحدد بيشوف وبيحدد الإجراء المناسب للتعامل معه أكتريته بيكون جراحي وجراحته بسيطة جدا مشاكل ما كتير نتخوف بأياد أطباء جراحة الأطفال بيكونوا مهرة بشأ بسيط وارداد العروة المعوية أو الموجودة المكونات الموجودة بمكان الفتو وتخييط العضلات بالشكل السريم حتى تعطي قوة للمنطقة أو ما يصير فيه التصاقات وتؤدي لاختلاطات بعض الفتو قد نحتاج إلى وجود نوع من الشبكات المعدنية الخاصة حتى تساعد على تشابك العضلات بالشكل الجيد وما يرجع الفتو يونكوس دكتور يعني سؤال أخير مع حضرتك ما يتعلق أيضا من موضوع الفتق البطني لو تحكينا عنه بصورة مختصرة وكيفية علاجه أيضا لا كمان عندنا الفتق الحجاب الحاجز هذا كمان من أنواع الفتو التي قد تكون خطرة نحن نعرف الحجاب الحاجز هو العضل التفصل ما بين الرئة وما بين أعضاء البطن الكبد والطحال والأمعاء والمعدة هذا بعض الأحيان قد يكون فيها ولاديا ما تكون تكون بشكل منيح الحجاب الحاجز فممكن يكون فيه فتحة فيه فبيطلع من البطن باتجاه الرئة جزء من هالمحتويات تبع البطن وما بيخلي الرئة تفرض بشكل جيد فبيصير ممكن رئة كاملة ما تفرض ممكن يضغط على القلب بمكان إذا كان بجهة القلب هذا الحجاب الحاجز وين بيكون فيه فتحة أخطر أنواع هذا يعتبر أخطر الأنواع لأنه بيجي الطفل بزلة بيجي بأعراض زرقة أبلج دكتور أسباب جميع الفتوق لو بصورة مختصرة هي ضعف بتكون العضلات خلال وجوده بالرحمة الطفل وبتظهر ضعف العضلات وبتظهر ما بعد الولادة وخاصة فتح الحجاب الحاجز يلي ممكن أنه بده تداخل جراحي عن تشخيصه مباشرة حتى نترك الرئة تفرض بالشكل الجيد ونرمم الحجاب الحاجز إذا كان يترمم حتى نرجع أعضاء البطن إلى مكانه ونحسن من بقي الحياة عند هذا الطفل إذن هي موجودة لكن وجودة ممكن أكتر شيء فتح الحجاب الحاجز بعد الولادة إذا كان فيه خلل بتلاقيه موجود مباشرة وبتصلح مباشرة عن تشخيصه يعطيك العافية دكتور شكراً لك على المعلومات التي قدمتنا كانت معنا الدكتور قصي الزير اختصاصي أطفال شكراً لكم لمحطة عالم سوريا اللي دائماً برامجها الجميلة سباقة بإعطاء المعلومات الطبية وغير الطبية حتى يكون مجتمعنا إن شاء الله خالي من الأمراض وأطفالنا دائماً بسمتهم هي سعادتنا ويكونوا دائماً سليمين بمجتمعنا إن شاء الله دائماً شكراً لك دكتور